أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرار بإيقاف عدد من جماهير الإسماعيلي بعد مباراة الدرويش أمام الداخلية أمس الاثنين بإستاذ السويسي الجديد والتي انتهت نتيجتها بنتيجة واحد صفر لصالح الإسماعيلي وبقاءه في الدوري وكان استاذ السويسي الجديد قد استضاف مباراة الإسماعيلي والداخلية في الجولة 33 من عمر الدوري المصري الممتاز وقررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تحت إشراف عامر حسين إيقاف 2451 مشجع من جماهير النادي الإسماعيلي مباراتين وأوضحت الرابطة أن ذلك الإيقاف جاء بسبب السباب الجماعي في المباراة التي أقيمت في الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة المحلية وأشار البيان إلى أنه سيتم تطبيق هذه العقوبة في مبارات الإسماعيلي والاتحاد السكنداري بإستاذ الإسماعيلي في الإسبوع 34 بالدوري وأول مباراة رسمية للإسماعيلي بالدوري الجديد في الموسم القادم ترجمة نانسي قنقر